وضمن ردود الفعل أيضا قال رئيس معهد العالم العربي جاك لانج أن نقل المساعدات عن طريق البر يسهل النقل الآمن والسريم لهذه المساعدات لفائدة سكان غزة وأوضح أنه سعيد ومعجب بهذه الالتفاة العظيمة لجلالة الملك والتي تتزامن مع بداية شهر رمضان معتبرا أن هذه المبادرة تستحق أن يقتدى بها من طرف الدول أخرى من جاتي قال مستشار رئيس الفلسطيني للشؤون الدينية محمود الهباش أن هذا الدعم سيخفف من وطأة المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وأن الفلسطينيين يقدرون عاليا هذه الالتفاة النبيلة وهي مبادرة معهودة من ملك المغرب محمد السادس أما المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة رائد النمسك فقد أكد أن المساعدات الإنسانية المغربية لقطاع غزة ليست أو رسمت البسمة على وجوه الساكنة الفلسطينية مع مطلع الشهر الفضيل موضحا أن هذه المساعدات سيتم توزيعها بتعاون مع مؤسسات العمل الخير المحلية ومع المنظمات التي تعمل من جهتها على إيصارها إلى النازحين وأيضا إلى القطاع الصحي ومراكز الإيواء التي يتواجد بها نحو مليون وتسعمائة ألف نازح في قطاع غزة يفتقرون لأدنى مقومات الحياة اليومية ترجمة نانسي قنقر